مرحبا مشاهدين الكرام يعني انت محتاج ان انت تتطمن على فلوسك بشكل حقيقي يعني دايما من وقت للتاني تتطمن على فلوسك عصابة تزوير الفلوس ما بتنتهيش كل يوم بنسمع عن جريمة جديدة بيروح ضحاياها ناس عادية وناس بسيطة مننا يعني حملات وزارة الداخلية بتنجح كل يوم في ان هي تكتشف عصابة جديدة على يوم حوالي 100 قضية عشان تعرف التفاصيل كمل معي الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية نجحت في انها تقبض على عصابة متمرسة في تزوير الفلوس نتكلم انه العصابة دي مكونة من شخصين واحد منهم محكوم عليه في 93 قضية منها اصالات امانة تبديد اصالات امانة يعني وده بعدد سنين حبس 38 سنة نكمل حياته في السجن بعد الاجراءات والتحريات قدرت الداخلية برضو انها تحدد مكان اقامته واثناء الابض عليه طريع ان هو معاه مبالغ مالية كبيرة جدا لكن هي مقلدة مزيفة يعني فلوس مزورة مع استمرار التحقيقات اعترف المتهم انه حصل على المبالغ دي المبالغ اللي هي المزورة عن طريق شخص لو سجل جنائي شخص تاني عايش في المنشاية في اسكندرية المتهم قال انه دوره ان هو ياخد العملة المزورة يروجها بين العملة او بين الناس يعني ومن خلال التحريات تمكنت الاجهزة من الابض على المتهم الاخير ولقت في بيتو لابتوب وطابعة الوان برنتر الوان ومبالغ مالية مقلدة وكمية من مخدر الحشيش بمواجهة المتهم اعترف باستخدام المطبوعات اللي معاه دي وفيه طباعة وان هو برضو بيطبع العملات الورقية من خلال اللي هي الطباعة الالوان وان المواد المخدرة دي بتاعته لكن هي للاتجار يعني ما هياش حتى للاستعمال الشخصي تعتبر عملية التزوير للنقود من اخطر عمليات التزوير وده اللي تأثيرها السلبي مش بس على المواطنين بفقدان قيمة العملة اللي في ايديه لكن كمان لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد وصعوبة كبيرة جدا للاكتشاف ده ما بين المواطنين بشكل منهجي لعني انت بتقدر تكتشف حاجة زي دي بشكل عشوائي بتلتقط مواطن اتنين منطقة معينة لكن ما تقدرش تكتشف كمية الفلوس اللي نزلت السوق وهي مزورة ولكن دلوقتي مع التقدم التكنولوجي في عمليات الطباعة واللي بيستخدمها المزورون أصبحت العملية دي كمان أكثر صعوبة البنك المركزي عشان يواجه عمليات التزوير حريص انه هو في خلال مراحل إنتاج العملات النقدية الورقية والبنك نوت انه هو ده يتم بأحدث الطرق التكنولوجية وعمليات تأمينية متطورة عشان ده يصعب على المزور انه هو يقلدها أو يزيفها كمان بتتمتع الأوراق البنك نوت المصرية بعناصر تأمين عالية جدا في كل الفئات اللي بيتم طباعتها بصفة خاصة في العملات الورقية الكبيرة جدا في زي فئة المتين جنيه أو فئة المياه كمان فئة الخمسين ولكن الخمسين إلى حد كبير جدا بيسهل تزويرها ولكن عشان المواطن ما يقعش ضحية لمزيف الأموال في عدد كبير جدا من العلامات المميزة اللي بتساعد على اكتشاف النقود المزيفة وترق التفريقة بينها وبين النقود الأصلية ده غير إن فيه مميزات موجودة في النقود الحقيقية مش موجودة في المزورة هحاول أوضح لك أبرز العلامات اللي تقدر من خلالها تفرق ما بين الفلوس الحقيقية والفلوس المزورة أول الطرق هي العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود واللي بيختلف شكلها من فئة للتانية العلامة المائية المطبوعة على فئة الخمسين جنيه مش زي المطبوعة على فئة المتين جنيه وده تقدر تكتشفه بسهولة يعني لو جبت ورقة الخمسين وصدر ورقة المتين هتلاقي العلامتين مختلفين كمان يقدر المواطن العادي انه يفرق النقود الحقيقية عن المزيفة من خلال ملمس العملة العملة الاصلية بيكون ملمس ورائتها خشن شوية اما العملة المزيفة بيكون ملمسها ناعم جدا واملة زي الورق المطبوعة كمان فيه خط موجود فيه الورق النقدية المطبوعة بيبقى اسمه خط الضمان والنقود الاصلية فيها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة زي عين حورس وبولهول بتكتمل في الضوء وبتحركها فيه زوايا مختلفة العملات المزيفة ما فيهاش الرسوم دي تتقدر تمسك اي عملة بترفعها في الاضاءة جدا يعني بيبنلك بقية الرسمة اللي موجودة من العلامات المهمة برضو وجود بروزة عند الارقام يعني فيه الملمس بتاع ورقة المتين جنيه لو فرضنا ان هي الورقة دي كده عند الملمس هنا هتلاقي فيه بروز فيه الرقم بتاع متين اما العملات المزيفة مش هتلاقي فيها البروز دي وكل فئة من فئات العملة الاصلية بيكون مكتوب عليها ارقام مسلسلة منسوخة اربع مرات في اماكن مختلفة على العملة من الامام ومن الخلف اما العملات المزيفة بتكون الارقام مكتوبة بشكل عشوي ما هياش ارقام مسلسلة العملات الاصلية برضو الوانها ازاي هي كده ووضحة وصريحة مش متدخلة اما العملات المزيفة الوانها متدخلة وبهتة جدا كل دي علامات تقدر من خلالها تضمن لنفسك انك انت ما تقعش ضحية لعصابات التزوير بتاعة الاموال وانك ما تتلقاش ابدا اي عملة مزورة وتقع ضحية لفقدان قيمة الفلوس اللي معاك شكرا جزيلا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة